مرة أخرى أورحب بالعزيز الكابتن جليل زيدان مباراة بكل المقاييس هي صعبة جدا رح نلعب خارج أرضنا رح نلعب بوقت مختلف تماما يعني تدري ساعة ثنتين بتوقيت بغداد ساعة ثمانية بتوقيتهم يعني من الناحية النفسية الفايسلوجية الأمور كثيرة لكن المباراة من وجهة نظر الكثيرين مباراة البحث عن الصدارة وبالتالي الفريق العراقي الآن مطالب للكشف عن هوية اللي غابت خلال ثلاث مباريات طبعا بالبداية خلينا نعرف شنو أهداف المنتخب الوطني هو التأهل إلى كيس العالم حتى نتأهل إلى كيس العالم يتأكيدون لك حسابات مخيلة الجميع يعني بعض المنتخبات اللي معاولين عليها ممكن أن نحصل على ثلاث نقاط أو ست نقاط ذهاب والإياب لحد الآن نحن نقول ماشيين بالطريق الصحيح المباراتين اللي بأرضنا حصلنا على ينسة نقاط مبارات خارج أرضنا اللي چنا نتمناها مع المنتخب الكويتي چنا نتمناها أن نحصل على كان بالإمكان الحصول على نقاط المبارات لكن للظروف اللي حصلت يعني منتخب كوريا منتخب صعوب جدا منتخب يعني مو بالسهولة يعني حقيقة هذا المنطوق والحقيقة لازم اللي نتكلم بها تعرض لخيبة أمل في أول مبارات مع المنتخب الفلسطيني يعني بعدها يعني عاد وهي شي منتخبات يعني تعود ونفس سيناريو كيس العالم 22 عندما لعب العراق تحت قيادة أتفوكات المبارات الأولى مع كوريا في سيئول انتهت بالتعادل لكن بمصاعدة والكيس العالم لذلك اليوم احنا نحمد الله ونشكرا يعني احنا وياهم في سبع نقاط يعني نفس يعني مصدرين المجموعة هاي المبارات هي مبارات فك الشراكة فك الشراكة بيئي والله فك الشراكة خاصة بالنسبة لهم هم يعالون عليها كثيرا لأن المبارات اللي بملعبهم وبينجو مهورهم لكن تبقى يبقى المنتخب العراقي رغم الأداء اللي ممكن هناك علامات استفهام عليها لكن النتائج كانت يعني جيدة اللي حصلنا عليها نتيجة جيدة أداء عليها علامات استفهام لكن الفريق تحسه عنده روح عنده شخصية موسهل المنتخب العراقي عنده شخصية ومثل هيك مبارات تعرف انت اليوم راح تلعب مع مدرسة مختلفة بالنسبة للمنتخب كوريا تبقى هناك قراءة قبل المبارات وإدارة المبارات المهمة إدارة المبارات يعني راح أعول عليها بشكل كبير وأتمنى اللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون اللاعبين يعني في يومهم نقلل من الأخطاء لأن هذا المنتخب مو من نوع اللي تخطأ قدامه لأن راح الخطأ لا يكتفر يعني خطأ صعب أمامه منتخباتي يعني هو مو منتخب الفلسطيني مع احتراماته ولا المنتخب الكويتي شيء الآخر الإيجابي شيء الآخر الإيجابي اللي عند منتخبنا يعني اتدري تحصى ثلاث مبارات ما علينا ولا هدفه هذا مؤشر جيد يعني منظوم الدفاعي الفريق وحارس البرماء بشكل ممتاز بس أنت لم تختبر إلى الآن مع كبار المجموعة بالضبط بالضبط إلى الآن بعدك نفس الوقت حتى يعني يعني ويا كلامك تقول ما أختبرت الحد لا أشوفه لكن الرصيد التهديفي بالنسبة لمنتخب الوطني عندنا هدفين وهذا أيضا لازم يتحسن ما علي أعلام تستفهم أيضا يعني المفروض يعني نزيد الغلة التهديفية ممكن هذا فارق الأهداف ممكن يخدمنا في المستقبل يحسم لك الأمر حتى لا تساوى حتى لا تحدث المفاجآت لو حدثت المفاجآت ممكن أن منتخبنا يقع في مثل هذه المشاكل